معي الآن من بريس سعد السفير أهلا بك شرفتنا وأنوه فقط إلى لمن لا يعرف سعادة السفير نحن أمام شخصية شاهدة على عصر سياسي بامتياز لبناني منذ السبعينيات حين كان وقتها مديرا لمخابرات الجيش اللبناني ثم بعدها سفيرا في فرنسا وسفيرا للبنان في سويسرا أيضا وبالتالي نحن نتحدث عن شاهد حقيقي على عصر مهم للبنان الحديث سعادة سفير أهلا بك بشكل شخصي أنا سعيد بتواجدك معي على الحدث أبدأ بالسؤال لا أدري إن كنت تبعت ما قاله مساء النور يعني لا أدري إن كنت قد استمعت مساء الخير سعاد سفير وكلنا لك تحية وتخدير مصر لوقت كنت طيب سأنقل إليك بعض العنوين اللي قالها ماكرون فيما تعلق بالسياسي كانت لغة حاسمة قال أهم مقال يعني لا أقدم شيك على بياض للبنانيين للسياسيين اللبنانيين أنا ملتزم بخريطة طريق زمنية وخريطة طريق إنجازات خريطة طريق زمنية 15 يوم في حكومة نهاية أكتوبر إذا لم يتم إنجاز سيكون لن يكون هناك مؤتمر داعم للبنان وذكر بمؤتمر سيدر والأموال التي لم تصرف إلى اللبنانيين حتى الآن إذا عدى ثلاث شهور وليس هناك إنجاز نحن أمام عقوبات لا يستبعد قال لا أستبعد وأنصق مع الأوروبيين لأن العقوبات ستكون في شقين شق الفساد وشق الإرهاب هنا بخبرتك الكبيرة مع الحالة الفرنسية وأنت كنت سفير لبنان في فرنسا اللغة الفرنسية هذه المرة تشعر أنها مختلفة ولا الدبلوماسية تغط شوية أكثر لا الدبلوماسية لا تغط بالعكس تماما أنا أعتقد الهيبة التي أقدر أعطاها الرئيس مكرون في لبنان هي هيبة امتلاك معلومات يعني الشعب اللبناني والقيادات السياسية اللبنانية لا تخضع لا لفرنسا ولا لغير فرنسا في الحالات العالية أما وقد يكون الصحب معه معلومات معينة وواجه فيها كل الأشخاص ساعتها في خضوع تام وفي هيبة نعطت للرئيس الفرنسي يلي أخضع أخضع لكل إرادته يعني من الرئيس بالنازل جميل معلومات بعدين بقصة تأليف الحكومة طب قبل تشكيل الحكومة ساعة السفير أنا آسف أن أنا بقطعك لكن في شوية دلي في الصوت نعم يعني قد أبدو أن أنا أقاطعك في نقطة تتعلق أنت تتحدث أنت رجل مخابرات وعند خبرة كبيرة في هذا الأمر حينما تتحدث عن معلومات حملها ماكرون إلى القادة السياسيين في لبنان يعني عصى إما أن وإما أو حملها عن القادة السياسية بمعنى أعاوز تفصيل في النقطة دي أكثر نعم يعني ما حدا له هيبي على اللبنانيين بصورة خاصة يعني ما بيخافوا من حدا للبنانيين بهذا الموضوع بالذات وفي موضوع الفساد يلي أفسدوا أفسدوا البلد وأفسدوا الدنيا كلها تقريباً ما حدا بيخاف أو يتخوف من شيء اسمه لا فرنسا ولا غير فرنسا إلا إذا كان موجه بمعلوماتي معينة عن شخصه الكريم وأنا بعتقد أنه كان معه الرئيس باكرون ملفات عديدة لكل الأشخاص لحتى هذا الخضوع يكون بهذا الشكل بالذات اللبنانيين ما تعودوا يفرجونه أنه هالقدي بتأثر عليهم طبعاً كانوا خايفين بس من سلاح حزب الله فقط لغير أما أنه فرنسا تجي تتدخل بالموضوع اللبناني وتفرض هذه الهيبة الكبيرة هي حتماً حتماً بإمتلاك معلومات معينة لأنه أنا عم بيلك عن خبرة معينة كمان حتى يعني نحن كوالت المكن ما يكون لنا سطوي مش لا بعضلاتنا ولا بشيء وقت اللي كنت بالمخابرات أنا إلا بمعلومات معينة عن الشخص وبالتالي يخضع مش أنه نستفزه أو بس على الأليل نخلي يعرف أنه نعرف عنه إشي كتيري وبالتالي يبطل يزيع عن الطريق الصحيح طيب في اعتقادك وبخبراتك الطويلة كسياسي لبناني مخابراتي دبلوماسي مخضرم ما الذي يمكن أن يحمله ماكرون من ملفات تجاه حزب الله مثلاً ولماذا لم يعني صحيح ممكن ده مش مكانه أن يعلن هذه اللغة في إطار التحذير أو السلاح أو التغول لحزب الله على الحالة السياسية اللبنانية لكن هل ممكن كان يحمل شيئاً تجاه حزب الله من المعلومات اللي أشرت إليها؟ بدون قد نشك حزب الله كان يعني مأزوم بحالة الحاضرة وبالتالي يعني قدر الرئيس الفرنسي يفاوض معه على أساس أنه هو ممكن يشيله من هالأزمة يلي هو يقع فيها يلي حتماً حزب الله ما بيعترف فيها ولكن حزب الله ما حدا معه سلاح قد سلاح حزب الله في لبنان وبالتالي فارض هابته على الكل وعلى كل شيء بالسلاح يعني ما بيقدر يقول السيد حزب الله أنه بيعرف كل شيء شو صير بمرفق حيفا وبيعرف شو في مرفق بيروت يعني ما بتمره على حدا بهالموضوع كل شيء غامض في لبنان وكل شيء بتشوفه بتشعر فيه نحن أنه ما حدا قادر يطالب بشيء إلا ما يكون هذا اللي عاملها الشغلة هذه مش مجهول الهوية وأنما شبح ما بيسترجي واحد يقله محلى لتحل بعينك وبصورة خاصة عن بيحكي عن حزب الله طيب سؤال مهم في اعتقادك هذه المهل الخريطة الخريطة الزمنية اللي ماكرون أعطاها للسياسيين اللبنانيين خمستاشر يوم تشكيل حكومة نعم لبنان يعني ظل شهور طويلة عشان يشكل حكومة وساعات سنين ما شكلش طيب خمستاشر يوم هل ممكن تشكل وهل خلال الثلاث شهور أو خلال أكتوبر القادم يمكن أن يكونوا أنجزوا اللي طلب منهم ماكرون في هذه النقطة أم أنت تتوقع ممكن يكون فيه تعثرات أنا أتوقع تأليف الحكومة مثل ما طلب ماكرون في خمستاشر يوم لأنه أصلا الرئيس الجمهورية عندنا الأول حكومة تألفت برئاسة الرئيس سعد الحريري من بعد انتخابه قال أنه هذه ليس حكومته الحكومة الأولى ليست حكومة العهد وبعده لها الأناصر حكومة العهد الرئيس عون ما عدنا نعرف أيها هي حكومة العهد لحتى اليوم وبالتالي هو مضطر يتألف الحكومة وكل العالم تسهل لبعضها المهم أنه هل ستعطى هذه الحكومة وأنا بأعتقد أنه لا هل ممكن تعطى هذه الحكومة على الأقل صلاحيات استثنائية للقيام بأنون انتخابي عادل لكله وإجراء انتخابات مبكرة أنا ما بحكومة أنه راح ينسى محلوها الأد يعني طيب لماذا في اعتقاد أما من ناحية أخرى لماذا 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 أنت تعتقد أن الحكومة لن تعطى الصلاحيات لأن المجلس النيابي بدوب يعني المجلس النيابي ببطل إليه شغل إذا انعطت صلاحيات للحكومة مجلس النيابي ببطل إليه شغل ورئيس المجلس النيابي مش هايدي أطبعه يعني الرئيس دبيه بري مش هايدي أطبعه أبدا مش لهذه أطبعه يتخلص منه على كل حال حتى على أيام الله يرحمه الشهيد الكبير رفيق الحريري أول حكومة ألفها كان طلب صلاحيات استثنائية فاللي منعوا عن الصلاحيات الاستثنائية هو الرئيس السوري ما حدا غيره طيب ماكرون قال له لا ما في صلاحيات استثنائية ماكرون اليوم قال أن كل القوى السياسية اللي اجتمع معاها وقد اجتمع مع الكل أنهم أعطوه ضمانات أنهم سيدعموا أديب مصطفى أديب وبالتالي سيعطوه كل الضمانات للإنجاح وأنهم واضح كما أنت قلت أنه في إيديه معلومات وبالتالي رضخوا له أو وفقوا الله أعلم لكن هذه المعلومات هل هذا القول يطمئن يعني مش ممكن رئيس فرنسا يطلع يقول هذا الكلام إلا إذا كان أخذ ميثاق ضمان من هؤلاء السياسيين نعم طبعا بس نحن عندنا السياسيين بيعتقدوا دايما أنه ممكن يستعملوا نوع من البلف وبالتالي بكر بتتألف الحكومة وبيقولوا أنه هذه الحكومة اختصاصيين وما حدا له علاقة فيها ويتبين بعد أسبوع زمان أنه كل واحد له حصة فيها وتصبح حكومة سياسية يعني ما حدا يصدق أنه في حكومة اختصاصيين فقط لغير طيب ثلاث شهور سعادة السفير مش ثلاث شهور هو أعطاها للسياسيين أن هم يعملوا خريطة إصلاحات خريطة إصلاحات واضح كده أنها خريطة إصلاحات اقتصادية بامتياز قطاع مصرفي متهالك وأنت شايف اللي بحسب ممكن وأيضا اقتصاد وغير 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 هل ثلاث شهور تكفي يعني هل الثلاث شهور يكفي لا ما بتكفي بس بتكفي يطلعوا الأوانين بتكفي أن يطلعوا أوانين معينة والتطبيع على الله طب ليه ثلاث شهور سعادة السفير هل ده مربوط بأمريكا لأنه لا الانتخابات الأمريكية يعني ثلاث شهور وكل الانتخابات الأمريكية خلصت والله يا سيدي أنا هذه مقولي بيستعملوها أكثر من الناس يعني المشكلة أنه بأمريكا العهد يبقى أربع سنوات ورئيس الجمهورية بيشتغل سنتين والسنتين اللي بعد بعدهم بيشتغل للولايات التانية وبالتالي أنا ما بتذكر ولا مرة بحياتي السياسية حتى إلا دايما بيقولوا فلننتظر الانتخابات الأمريكينية لكن اليوم فيه انتخابات بأمريكا تقريبا طيب أيضا أعود إلى خبرتك بس فيه بأمريكا فيه إدارة بالملف الفرنسي في هذه النقطة في اعتقادك هل من خبرتك أنت اشتغلت سفير في فرنسا عشان كده أنا بسألك هل الفرنسيين بتصرفوا بهذه الثقة في لبنان وبيطرحوا مبادرات والرئيس بهذه الجرأة وهو في المؤتمر الصحفي وما زال في تصرف هل دون تنسيق مع الأمريكان هل يريد أن يقول أنا الذي فضل مش بالضرورة تنسيق على الأقل بس ضرورة بالاعتراف بمعنى آخر أنه ما بيخطوا خطوة إلا ما يبلغوا الأمريكان الخطوة اللي أخذوها وبالتالي هذا طلب وكأنه طلب موافقة بس هو إبلاغ طيب ما في شي زعج الأمريكان بهالقصة إطلاقا لكن المفروض بكرة أو بعده خلال يومين قادمين يأتي بومبيو يأتي تشينكر مستعد وزير خارجية الأمريكي وبالتالي ما هنا تشينكر يجا طيب ما نحن نسأل يعني إيه اللي خلي الأمريكان يأتوا إلى لبنان مباشرة بعد الفرنسيين يعني إما أنهم نسقوا وإما أنهم بيناكفوا بعض سياسيا يعني مش موافقين على ما فعله الفرنسيين الأمريكان يعني عم بفرشوا بالأول أنه إسرائيل لم تعد تهمي في العالم العربي إلا بلبنان بس أنه توجيه التهمي أنه أنت عميل وأنت كذا هو بس بلبنان تنقالي ما عدت حدا من العرب فرقة معه ما فيك تهددهم بقى العرب بهالموضوع طيب وبالتالي في الإمارات لا في الموضوع الآخر في الموضوع الآخر في المصالح فرنسي بالإمارات الكبيرة يعني المصالح الفرنسية التي ظهرت اليوم في لفت نظري شيء سعد السفير ولا أدري يعني في نهاية الكلمة نهاية الكلمة في مؤتمر الصحفي لماكرون عندي سؤال أريد أطرحه عليك ذكر بمقولة الجنرال جورو مقولة الجنرال جورو الخطبة للجنرال جورو اللي سنة في سبتمبر 1920 وقف في هذا المكان اللي ماكرون كان وقف فيه وألقى خطبة وأعلن فيها تأسيس لبناني الكبير اللي بيكمل النهاردة 100 سنة نعم يعني كلبناني سياسي لبناني إيه اللي وصلك يعني كأنه يريد أن يقول لنا ها نحن الذين صنعنا هذا البلد وأعلننا تأسيسه من 100 سنة وها أنا اليوم في ذكرى تأسيسه موجود هنا أعيد تشكيل الحكومة وأمارس ضغط على السياسيين ما زلت أنا اللاعب الأساسي والأكبر في هذا البلد هل الكلام ده ممكن يصلك كلبناني؟ نعم 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 لسبب بسيط جدا ما لازم ننسى على الإطلاق أنه لبنان هو موضوع داخلي بفرنسا وليس موضوع سياسي خارجي يعني هو يدخل بالانتخابات الفرنسية بالذات يعني اللبنانيين أو العلاقة الفرنسية اللبنانية إلا علاقة حتى بالانتخابات وبالتالي الرئيس الفرنسي عندما يبدي هذه الغيري على الشعب اللبناني وعلى اللبنان بيكون عم بيربح فرنسيا أصلا كمان انتخابيا بيكون عم بيربح على أساس أنه الموضوع اللبناني هو موضوع داخلي بفرنسا أكثر ما هو موضوع خارجي طب بالنسبة للعون للرئيس عون هو مصحي هذا النظام السياسي واستفاد الرئيس عون واستفاد البرلمان واستفاد حزب الله وخسر الشعب اللبناني تتفق مع هذا الكلام نعم بالتفق على الأقل على الأقل بوضع علامات الاستفام حول الاستنتاجات هذه يعني علامات الاستفام بسطر تحتها بالأحمر أنه قد يجوز يكون هناك تساؤلات مش بعيدة عن الحقيقة ولكن بدي يعرف الواحد أنه إذا كان حزب الله مأزوم وفعلا هو مأزوم وبالتالي في وعود معينة نعطت لحزب الله نعطت للرئيس الفرنسي أنه هناك يمكن يكون فيه تغيرات في تصرف حزب الله بمعنى أنه انسحاب القوات اللي بتبعا له الحزب الله من الدول العربية بصورة خاصة يلي عم تشكل أعمال إرهبية فيها موضوع حزب الله موضوع غريب عجيب في لبنان يعني خلينا إذا ممكن نقدر نحكي فيه بيكون شغلة حزب الله إذا أنت بتردد كلام حسن نصر الله هو ذاته إذا بتقول أنه حزب الله حزب إيراني بيخد فلوسه من إيران الرواتب كله من إيران العسكر كله من إيران وبالتالي هذي حسن نصر الله إذا بتقول أنت أو أنا منصير عملة وكأنه هالكلام بيطلع لسانه حسن نصر الله بيقول علنا أنه أنا ممكن نغير قواعد الاشتباك مع إسرائيل شو هي قواعد الاشتباك حدا بيعرف شو هي قواعد الاشتباك مع اللي بيعتبر حزب الله عدوه الإسرائيلي حدا بيعمل قواعد الاشتباك مع عدوه طبيعينا شو هي لقواعد الاشتباك يعني هناك أشياء سرية ما بين إسرائيل وحزب الله ما بيقدر ما بيقدر حزب الله يبررها بشكل بشكل علني حزب الله بيقول السيد حسن نصر الله بيقول بحرب تموز لو كنت أعلم لو كنت أعلم ما كان خطف العسكريين اتنين ما كانش فيه نصر إلهي لو كنت أعلم إذا أنت بتردد هالكلام هذا وبتقول أنه حصل لصر الله عم بيقول لو كنت أعلم يعني أخطأ بحرب 2006 تطلع أنت وأنا عملة طيب ساعة السفير مع أنه هو اللي قال الكلام مش أنا وإياك طيب خليني أرجع طالما أنت وفقتني طالما أنت وفقتني في فكرة أنه الآن والله كل ربح السياسيون في لبنان ربحوا وخسر الشعب اللبناني طيب هل يعني ده مش مقصود يعني هل كان ماكرون لا يقصد ذلك هل في شيء تحت الطاولة خفي دارة من تنسيقات ما بين ماكرون وما بين إيران وبين حزب الله بين ماكرون وبين السياسيين في لبنان كلام الكلام أنه الشعب اللبناني خسر بفتكر كلام شوي زايد عن الخطل المزبوط يعني بمعنى آخر يلي حصوا أحالهم يتاب هن أولاد الشارع تبعون الحراك الأساسي والثورة هذي شعروا أحالهم أنه يمكن هناك بعض المعادلات يلي عم تشتغل ضدهم ومش بعيد هالكلام عن الحقيقة ولكن عندهم الجرأة الكافية أنه يشكلوا الضغط أكبر من فرنسا على المسؤولين السياسيين في لبنان لعمل شيئا ما بمعنى آخر أنه ما رح يعطوهم شهادة حسن سلوك للقيادات السياسية مهما كانت هالقيادات كلها سواء ما رح يخضوا شهادة حسن سلوك من الشارع بيخضوا الشهادة حسن سلوك إذا لبوا مطالب فرنسا والرئيس الفرنسي بس بيخضوها من فرنسا ليس من الشارع طيب أن تفتح ملف إعادة الإعمار من خبل ماكرون في هذا التوقيت ممكن نسمي هذه الكحكة التي تتسابق عليها الدول دائما في فكرة إعادة الإعمار لأن هنا الكل يستفيد شركات فرنسية وبزنس اقتصادي وعقارات وأشياء كثيرة جدا أن تطرح الورقة الآن تسرع ماكرون في طرح ورقة إعادة الإعمار الآن بهذا الشكل أم أنت شايف أنها في مكانها هو معه حق أن يقولها يعني إعادة الإعمار أنا يعني مش اقتصاصي بهذا الموضوع بالذات ولكن إعادة الإعمار هذه كلام تنقل عن سوريا وعن لبنان وعن العراق يعني تغري بس تحكي بإعادة الإعمار وتحكي برجال الأعمال هجوم من رجال الأعمال إنما اللي بيخوف أكثر شيء أنه الدول الخليجي العربي يلي حزب الله هرب من عنا يلي قرف لبنان من وراء تصرفاته كل الخليجي العربي هن اللي بدون يمول الإعمار ففي صعوب أنه يتمول حتما لسبب بسيط لأنه أول شيء تفضل لا أنا عاوز أسأل على الشكل الحكومة يعني عاوز أستفيد أكثر قبل الوقت تقترب مني في مسألة الحكومة المفروض تتشكل الحكومة في 15 يوم حكومة مهمة وحكومة أزمة يعني بتدير شيء بعينيه مفروض أنها مش سياسيين كفاءات طيب طيب كفاءات يعني كل حزب هيرشح كفاءات هنرجع هنرجع حسان دياب كوبي لحكومة حسان دياب ولا أنت شايف هتمش إزاي صح صحيح حكومة حسان دياب مش هك كين نحك عنها مش هك إنه نقال والله اختصازيين وتكنوكراط وشو طلع في مشكلة أساسية هي هروبة هي تهريب لبنان من عروبته حزب الله هرب لبنان من عروبته شيل العروب عن لبنان يعني بمعنى آخر فيه وكأنه هناك اتفاق اتفاق صح لها الكلمة ما بقدر أنا إلا ما شك إنه هناك بين إيران وإسرائيل بين إيران وإسرائيل فيه هدف واحد اسمه تجزئة العالم العربي وبالتالي خلق مشاكل بالعالم العربي كله سوا ومنها شيل صبغة العروب عن لبنان يعني صار فيه جهود طويلة عريضة من شئ كبير من الشعب اللبناني جهود حتى يعترفوا المسيحيين بلبنان بعروبة لبنان وليس بيه وكأنه عنده ميول عربية لا اعترفوا بعروبة الطائف اعترفوا كل العالم بعروبة لبنان إيجا حزب الله يعني أنا بدي أسألك سؤال لك انت سمعش مرة السيد حسن صلى بكل خطبيته حك عن العروب او العرب ولا مرة نعم طيب هنا الحقيقة استحضر كلام نبيه بري وايضا كلام الرئيس وبتكلم على انه لابد ان هذه المنظومة السياسية الطائفية تسقط وهي قس البلاء هل احسست وشعرت او فهمت او وصلك انهم يقصدوا هدم الطائف هل تشعر انه بداية عهد جديدة زي ما بقول الرئيس عون يقصد بها نهاية عهد الطائف وبداية عهد جديد واذا كان كذلك ايه ملمحه العهد الجديد اللي هم عوزينه بعتقد هذا كلام كلام له متطلبات وإله مؤيدين وإلى آخره ولكن هذا مش اليوم بسير هذا ثقافي معينة تحصل بالبلد لمدة سنوات وسنوات لكي ننتقل من هذه الحالة لحالة أخرى ما حدا يفكر حتى الرئيس الفرنسي إذا يفكر أنه فيه تغيير في لبنان بهذه السرعة حتى لو قال الرئيس عون حتى لو قال الرئيس بري هذا التغيير ما بيحصل بالشكل اللي هن مفكرين فيه وقت اللي بيحصل هذا التغيير يروحوا على الحراك والثورة اللي قائمة في لبنان وبالتالي يلبوا طلباتها ويألفوا حكومة منها ويعملوا انتخابات مبكرة حتى واحد يبلش يسلي أنه هناك تغيير ما بس مش مضبوط أنه في تغيير يعني الرئيس الرئيس عون مش ما صورت فيه يعني صورة الحزب تبعه الإصلاح والتغيير في كل شي ما عدا إصلاح وتغيير موجود بالحزب نحن استمتعنا كثيرا والله سعد سفير بوجودك معنا والله أسعدتنا وإحلا بنشكرك أنك لبيت دعوتنا شكرا جزيلا سعد سفير جوني عبد السفير السابق في سويسرا وفي فرنسا وكان مدير مخابرات الجيش الثاني في الجيش اللبناني في عهد الرئيس إلياس سركيس رجل من رجال السياسة اللبنانيين شكرا جزيلا سعد سفير شرفتنا